ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب وحاكم الشارقة رئيس مجلس أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية صباح اليوم الأربعاء اجتماع المجلس الذي عقد في مقر الأكاديمية بالمدينة الجامعية بالشارقة وناقش المجلس بحضور سعادة اللواء عبدالله مبارك بن عامر قائد عام شرطة الشارقة نائب رئيس مجلس أكاديمية الشارقة للعيوم الشرطية جهود الأكاديمية في تعزيز التعاون الثنائي مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بالشارقة لتطوير المفاهيم المرتبطة بالأمن السبراني وربط الجانب التقني بالجانب الأمني كما طلع المجلس على توظيف الأكاديمية للميتا في التدريب والتعليم وألية استقطاب المواهب في الوظائف التخصصية وأثناء المجلس على جهود الأكاديمية في الحصول على الاعتمادات الدولية لعدد من البرامج الدراسية والتدريبية المطروحة والاعتراف بالشهادات التي تمنحها الأكاديمية لمنتسبيها وجرى خلال الاجتماع مناقشة مشروع تعديل لوائح الأكاديمية وعرض إنجازات إدارة تطوير الكفاءات إلى جانب اعتماد موعد حفل تخريج الفوج الثاني من طلبة الدكتوراه والفوج السادس من طلبة الماجستير وذلك في السابع والعشرين من نوفمبر الجاري كما وصادق المجلس على الترقيات العلمية لعدد من أعضاء الهيئة التعليمية ووافق على طلب الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي لتخصيص عدد من المقاعد الدراسية لمنتسبيها في تخصص البكاليريوس في العلوم الشرطية اشتركوا في القناة